طهر اللي أعلنه أحسن وسيلة لدفع البلاء لأن حد يعطيه من ماله إياك مولانا يوقيه منه طهر اللي أعلنه هذا المرضى يحتاجه منه كامل المساعدة والله يا حالة هذا المرضى الفقراء التي تثقيلها والتي تقطع القلب وعلى كل حال اليوم في العالم كامل ما تليقي الصح علاج هذا النوع ما هو جهود الناس كاملة من هذه الخيمة وفي هذه العشرة الأواخر أدعو كل الموريتانيين على أن يشمروا عن سواعدهم وعلى أنهم يدخلوا للحملة ويعرفوا فعلا وينعتوا للناس كاملة على أنهم يقدوا يشيدوا 20 مستشفى ما هو مستشفى واحد ولا هو مستشفىين ولا هو ثلاثة يقدوا كل ولاية الموريتاني يعود فيها فرع من هذا المستشفى ليش لا؟ حالة جميع الموريتانيين على أنهم يتبرعوا ونقدوا قبال ونقدوا بنود المستشفى ونقدوا نمولوه ونقدوا نقطروه ونقدوا نغذوه بأولادنا اللي مختصين زي التخصصات إن شاء الله راجبنا عند ملالة لن يوفد الطب وتشوفوا الناس كاملة ظمرته عنه من اللي يعود يكون الأطباء اللي يقدوا يساهموا فرفع معاناة هذا هذا المرضى يكون یہ في ضرب بروس المستشفى resultارك اللي يعود إن شاء الله راجبني ي Harlem شكرا